أهلا بكم جدداً معكم نوريس علي ونستمر مع دروس ومشاريع Next.js فهذا هو المسار كما تعرفون حالياً كل شيء تقريباً من الفيديوهات الحديثة والجديدة سيكون منظم ضمن مسارات تعلم ومشروع اليوم سيكون ضمن مسار تعلم Next.js وسيكون اسمه Recipe Project أو مشروع الوصفات وهذا المشروع أيضاً متعلق بمسار تعلم آخر اسمه Headless CMS وبمسار تعلم Headless CMS كان هناك مقدمة وكان هناك أساسيات سترابي ففيديوهات أساسيات ستكون إذا شاهدت هذه الفيديوهات ستستطيع تتبع أكثر بالفيديو ومشروع اليوم لأن بمشروع اليوم نحن فعلياً سنقوم ببناء استاك متكامل الاستاك المتكامل بداية سيكون الفرونت اند كما نعرف Next.js لأن هذا هو مسار Next.js إذا هنا سيكون لدينا الفرونت اند ستكون هي عبارة عن Next.js وهذه هي طريقة عرض الأمور طريقة التعامل مع الأمور ستكون من خلال Next.js أما بالنسبة للباك اند إذا هنا لدينا الباك اند الباك اند سيكون عبارة عن سترابي Headless CMS وطبعاً أنا شرحت سترابي بشكل مفصل كما قلت بمسار Headless CMS فإذا أردت أن تعرف كل شيء حول هذه النقطة المتعلقة بسترابي أو بالباك اند التي سنتعامل معها بمشروعنا اليوم فيفضل أن تذهب وتعود لمسار Headless CMS الموجود يعني ذهبت إلى موقع مسارات تعلم وهنا لدينا Headless CMS وإذا تعلمت هذه الفيديوهات وخصوصاً استرابي هذه الفيديوهات الموجودة هنا فبكل بساطة يمكنك فهم أكثر ماذا سيجري بفيديو اليوم فيديو اليوم هو عن Next.js وليس عن سترابي لكن بفيديو اليوم سنقوم بالربط Next.js مع سترابي فالشيء الذي سنقوم به أن ال API Request التي قمنا بإنشائها باستخدام سترابي سنقوم باستخدامها بال Next.js فباسترابي نحن قمنا بإنشاء عن الوصفات قمنا بإنشاء API خاص بالوصفات وصفات الطعام يعني عنوان الوصفة ووصف الوصفة ومعلومات أخرى عن كل وصفة أو كل رسبة من وصفات الطعام فإذن اليوم سنقوم بالطلب هذه ال API Points من Next.js بمعنى آخر نحن سنقوم بطلب مثلا اعرض لي كل الوصفات أو اجلب لي كل الوصفات اجلب لي وصفة رقم واحد مثلا أو اضف لي وصفة جديدة أو قم بتعديل وصفة رقم أربعة أو احذف وصفة رقم خمسة فإذن هذا هو موضوع فيديوهات مشروع Next.js فحاليا مشروع Next.js هذا الذي سيبدأ اليوم مشروع الوصفات Recipe Project فمبدئيا سنبدأ به بالرابط مع نقاط ال API التي قمنا ببنائها مع سترابي ثم لاحقا ربما نضيف CSS لمشروع Next.js ونجعله مشروع فعلا احترافي نوعا ما فذل ملاحظة بسيطة قبل الاستمرار أن عادة ما يتم النظر لكلمة دائما أنا أتحدث عن كلمة احترافي دائما يتم تعريف كلمة احترافي أن الشكل يبدو جميل جدا أو يبدو حديث جدا وهذا هكذا يتم الحديث أو توصيف شيء أو الحكم على شيء أنه احترافي في مواقع الويب يعني لكن فعليا سنرى خلال هذا المشروع أن الشكل هو بالنهاية هو إضافة أخيرة سنضيفه على المشروع لكن المشروع الأساسي الاحترافية بالمشروع فعليا هو أننا قمنا ببناء API والآن سنربط معه فذل هذه هي الاحترافية لأن هذه هي أساسيات فعلا المشروع وبناء الباك اند والوصل معه هذا هو الشيء الاحترافي هذا هو الشيء الأساسي بالمشروع أما الشكل فهي بالنهاية هي آخر شيء يمكن أن نضيفه للمشروع فعلا لن نهتم بالشكل بالقسم الأول سنهتم بالربط مع هذه النقاط ولنبدأ الآن فما هو الشيء الذي سنحتاجه في هذا المشروع فالشيء الأول الذي سنحتاجه هو نحتاج مشروع استرابي مشروع استرابي الذي قمنا مرة أخرى ببنائه بالفيديوهات السابقة التي حدثت بكم عنها والتي يجب أن تعودوا إليها فإذا قمت بمشاهدة تلك الفيديوهات سهلة جدا لا يوجد فيها كتابة أكواد ففقط عملية تثبيت وتشغيل فيمكنكم المتابعة معي من نقطة هذا من نقطة مشروع ربط استرابي مع ناكسجز فإذا هذا هو المشروع إذا أردت تشغيل استرابي هنا فبكل بساطة سأكتب فإذا هذا الشيء الذي سنبدأ به أيضا سنقوم بإنشاء مشروع طبعا حتى يتم تشغيل استرابي سنذهب لمشاريعنا الخاصة بنيكسجز سنقوم بكتابة مشروع جديد أو بإنشاء مجلة جديد سيكون رقمه السبعة لأن هذا هو مشروع السابع بهذه السلسلة سنكتب اسمه سنذهب إلى وهنا سنقوم بتشغيل مشروع مشروع جديد يعني جيد وسأقول لكل شيء والآن أصبح لدي هنا ملف هذا الشيء رائع الآن يمكن أن نثبت الباكجة التي أريد فيمكن الآن أن أكتب يعني والشيء الذي أريد تثبيته هو أكيد والرياكت والرياكت داشدون فالآن سنتم تثبيت هذه الباكجز سنتم تثبيت هذه الباكجز الآن بكل بساطة يمكن أن أقوم بالتعديل على ملف ملف عفوا باكج وإضافة سكريبت جديدة فكل بساطة هنا سأضيف اسمه اسمه الذي سيشغل وايضا الذي سيشغل وايضا الذي سيشغل سأحذف السطر الأول وأكيد سأحذف هذا جيد طبعا كما تعرفون الآن ها هو المشروع لكن كما تعرفون أن مشروع لا يعني شيء بدون مجلد الباكجز فإذا سنكتب إنشاء جديد وبداخله سننشاء بايج اسمها index.js وأنا كتبت اسمها خطأ فإذا جي أس وهنا سنقوم بإنشاء عادي هنا اسمه ويقوم بإعادة لنا الديف بداخلها مثلا H1 والH1 بداخلها hello everyone وأعتقد هذا كافي الآن يمكن أن نشغل هذا المشروع من خلال npm run ديف إذن سيعمل هذا المشروع على بورد ثلاثة ألاف فالآن يمكن أن نذهب هنا وأكتب local host وثلاثة ألاف فالآن طبعا يجب أن يظهر لي hello everyone طبعا أنا كتبتها بشكل خاطئ فيمكن أن أعد إليها وأكتب هنا E هكذا والآن سيظهر لي hello everyone إذا وجدت أن نوتيلت هذا الفيديو سريعة فتأكيد يجب أن تشاهد فيديوات سابقة لأن التعليم هنا أو الدراسة هنا أو الفهم هنا هو تدريجي فإذا لم تفهم شيء هذا يعني أنك نسيت خطوة أو لم تشاهد فيديوات سابقة فإذا انتهينا الآن ماذا عن السيرفر فإذا سترابي ها هي سترابي تعمل فالآن يمكن أن أخذ هذا فإذا نكوبي لينك وأذهب مرة أخرى المتصفح وأقوم بإضافة سترابي هنا سيقول لي أهلا ببك فإذا سنفتح الادمينستريشن بانل فإذا نضعها هنا والآن يجب أن أدخل معلوماتي فإذا المعلوماتي سهلة جدا هي إيميلي أنت تدخل طبعا معلوماتك والكلمة السيرفر ستذكرون هي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وإي سمول وإي كابيتل والآن وإذن هذه هي فإذن بالنسبة للكونتنت سنجده هنا موجود فإذن هذا هو أنا قمت بإضافة بعض الوصفات هنا وصفة جديدة فإذا قمت بترتيب حسب سنجد أن هنا قمت بإضافة وصفة هنا وصفة هنا يمكن أن أحذفها أو أحذف هذه الأشياء التي أضفتها من خلال زر ديليت فإذن ممتاز وهذه هي استرابي فإذن هذه الوصفات فالشيء الذي نريد أن نقوم به هو أشيء الذي تم إضافته بسترابي هنا من خلال الوصفة من خلال وصفة فهذا الشيء أريد أن أستعيده بNext.js أريد أن أضعه هنا فإذن أريد الوصل مع نقاط لأبي آي الخاصة بNext.js فكيف ذلك فNext.js لديها نقاط مثلا هنا ريسيبي ريسيبي أم ريسيبي فإذن لا وجد ريسيبي بالجمع هي ريسيبي فإذن الآن جلبت كل نقاط جلبت كل الوصفات إذا أردت وصفة واحدة فقط أكتب سلاش واحد أو مثلا سلاش ثلاثة ثلاثة فإذن ستجلب لي معلومات هذه الوصفة فنحن عندما تحدثنا عن سترابي تحدثنا أن سترابي هي هيدلا السيماس فهي تعطيك المعلومات لكن لا يهمها طريقة العرض وهذا شيء صحيح وهذا شيء سنتعلمه اليوم وسنكتشف صحته اليوم لأن بكل بساطة فسنجلب هذه المعلومات ونضعها بالنكس جي أس بالشكل الذي نريد فطريقة العرض ستكون بالنكس جي أس أما طريقة المعلومات ستكون من سترابي واضح؟ فإذن هل نبدأ؟ فإذن هذه لدينا صفحة الاندكس بالنكس جي أس فكل الشيء الذي سنتعامل معه في هذه النقطة هو بمجلد نكس جي أس فقط ولن نذهب لمجلد آخر فنحن في مجلد المجلد مجلد نكس جي أس بداية أريد أن أريكم الهيكلية لهذا المجلد فإذن لدينا package.json package.log.json لدينا pages وإندكس فإذن pages.index هي المكان هي أول صفحة من الموقع التي هي هذا فإذن أول صفحة من الموقع هو مشروع الوصفات فإذن أول صفحة من الموقع يجب أن نعرض فيها الوصفات بمعنى آخر يجب أن نذهب لنقطة abi receipts هذه النقطة فإذن لنذهب إليها أو لنعدل على الصفحة الرئيسية هذه فإذن بهذه الصفحة بداية نريد أن نقوم بجلب معلومات من من ولهذا الغرض سنستخدم function يسمون get server side props وبمعنى آخر نريد أن نجلب أشياء من السيربر بكل مرة يقوم الشخص بالذهاب لهذه الصفحة فإذن بداية أنا أريد أن أقوم بجلب اليوريل الذي أريد جلب منه المعلومات وهذا اليوريل هو هذا فإذن سأقوم بكوبي لهذا اليوريل وأأتي إلى هنا وأقوم بلسق هذا اليوريل جيد إذن الآن سأقوم باستخدام method اسمها fetch وهذه method تساعدني على جلب بيانات من الرابط يعني مرة أخرى جلب هذه البيانات فسأستخدم هنا response يساوي سأسميها response الاستجابة التي جاءتني من fetch لهذا اليوريل fetch تعيد لي promise حل هذا ال promise فلا أكتب await هنا وطبعا await لا يمكن استخدامها إلا بassign function فسيكون هذا assign function ومن ال response الآن يمكن أن أقوم بconcel.log لل response في هذا الشكل فكيف سأحصل على هذه ال response بكل بساطة علي أن أذهب إلى next.js هنا وأقوم بالتحديث لاحظوا فعطاني خطأ لأنه يجب أن أعيد شيء من server هنا فالشيء الذي سأعيده بهذا شكل return و props وسأعيد مثلا name notice فإذا مرة أخرى سأذهب إلى هنا سأحدث فإذا هذا التحديث يعني أنا سأقوم بتشغيل هذا الفنكشن مع كل مرة أحدث سيشغل هذا الفنكشن سيقوم به hit أو ذهب بهذه النقطة وجلب response منها لكن فعليا أين هي response فإذا response هي هنا فإذا جاءتني بالserver لماذا لأن هذا الفنكشن هذا الفنكشن يعمل على جهة السيربر وأقصد بجهة السيربر جاءت server next.js وليس تجهد سيربر سيربر سترابي لأن بالنهاية أنا بمشروع ركز معي نحن بمشروع next.js فلستم بمشروع سترابي فأي شيء أكتب مشروع next.js يختص بمشروع next.js فعندما أنا أقول أو عندما أنا أكتب أو أنت تكتب أو أي أحد يكتب هذا أنا get server side props فالسيربر سنجلب البيانات من سيربر سترابي من خلال هذه النقطة لكن أي شيء أنا أكتبه في هذا الفنشن مثلا console.log أو مثل هذا هذا الشيء سأجده هنا على جهة server next.js فأيضا جيد فإذا هذا هي الرسفونس أيضا الرسفونس يمكن أريد الحصول على الديتا منها فبكل بساطة سأجلب الديتا في هذا الشكل سأستخدم await وسأقوم بحل هذه الرسفونس باستخدام .json فهل هذا صحيح نعم صحيح والآن يمكن أن أقوم مرة أخرى بconcel.log للديتا وإذا مرة أخرى كيف أحصل على هذه المعلومات مجرد أن أقوم بhit مرة أخرى أو بتحديث يعني تحديث الصفحة فإذا الآن هذه الديتا لاحظوا حصلت على الديتا الديتا كانت هي عبارة عن الري ها هي وهذه الري فيها كل كل من هذه الري هي عبارة عن الريسيبي فإذا نلاحظوا الآن كل الريسيبي أو كل من هذه الري لديها ولديها فأنا أريد فقط عرض وهذه الأمور معها لا أريد عرض بهذا الشكل فكيف ذلك يمكن أن أعدل على هذه الديتا فإذا الديتا الآن هي عبارة عن الري يمكن أن أقول في هذا الشكل وأكتب أن الديتا هي الري فأقوم بماب حول عناصر هذه الري وأريد أن أعيد فعندما تريد إعادة من فعليك أن تحيطها بهذه الأقواص العادية كل سيكون هو كل عنصر من عناصر هذه الديتا له وأيضا سأجلب الاتريبيوت لهذا فإذا الآن لو قم بconcel لل فمجرد أن يتم تحديث هذه الصبحة سيتم run هذا وستظهر لي الري هنا إذا نلاحظوا ظهرت لي عبارة عن وكل فيها عبارة عن لديها و لديها المختلفة لكل فإذا ممتاز فإذا الآن سأقوم بحذف هذه الكونسل وأريد بدلا أن أكتب مثلا props name مثلا نورس وأريد أن أقوم بإعادة recipes التي قمت بجلبها من جهة السيرفر من جهة سترابي هذه البروب التي أقوم برسالها أو التي أقوم براتيرن لها من get سيرفر props يمكن أن أحصل عليها من هنا فمن خلال جهة لكلاينت من هذه الصبحة فإذا هذه الصبحة لها لاحظوا لها جهتين الجهة الأولى هي جهة السيرفر التي تعمل هنا على السيرفر next جهة والجهة الثانية جهة لكلاينت التي تعمل هنا فهنا يجد لدينا props لو أنا قمت بconsole لتلوك البروب فهل يمكنك أن تتوقع أين ستظهر هذه البروب فهذا يجيد لكلاينت فاتتوقع أن تظهر هنا بالconsole فإذا inspect فإذا console فإذا لاحظوا عادة هي التي عبارة عن وفيها الرأي فإذا ممتاز جيد جدا طبعا هنا ليست الريسيبيز الوبجيكت هي البروب لأن أنا قمت بيكون ستطلوك للبروب فإذا الآن من اقوم بجلب الريسيبيز جيد وهنا يمكن أن أكتب مثلا أعطيها مثلا ريسيبيز كنتينر هنا لكن قبل ذلك سأقوم بإنشاء كنتينر كامل للصفحة وأضع فيه وهنا طبعا هذا يجب أن يكون كما نعرف هنا سنضيف أيضا هدار لهذه الصفحة إذن كنتينر أو وهذا نسميها كنتينر وبداخل الهدار يمكن أن نضيف الهدار هنا وليس الشيء الذي أريده فعليا هنا نكتبه ريسيبيز بيش هوم بيش وبداخل الريسيبي بداخل الريسيبي كنتينر بداخل ريسيبيز كنتينر سأقوم بإضافة الريسيبي فكيف ذلك؟ فبكل بساطة سأقوم بكتابة إذا كانت الريسيبيز معرفة ليست undefined وأريد ماب حول كل عنصر من عناصر هذه الريسيبي وأريد من هذه الماب في كل عنصر يجب أن أعيد ديف التي سنعطيها كلاس ريسيبي طبعا هذا يجب أن تكون كلاس نيم وكل ريسيبي يجب أن يكون لديها تايتل وهذا التايتل سيكون عبارة عن طبعا ما يجب أن يكون هناك كيل الخاصة بها فالتالي سيكون هو الريسيبي فإذا الآن تحديث ولنرى هل يوجد أخطاء فإذا لاحظوا ظهر معي هنا لماذا يترى فإذا لنعود لأن بكل بساطة لم أقم بإضافة حولهم فإذا الآن نعود فإذا لاحظوا فإذا ظهرت لدينا الوصفات فإذا هذه الوصفة الأولى الوصفة الثانية الوصفة الرابعة طبعا لماذا ظهر فقط أربع وصفات لأن كنت الاسترابي الكونتنت منيجمنت فإذا نلاحظوا لدينا هنا فعليا كم وصفة فإذا واحد اثنان ثلاثة أربع خمسة ستة لدينا ست وصفات ظهر معنا أربعة لماذا لأن اثنان من الوصفات هي عبارة عن وليست منشورة فبالتالي ظهر معنا الوصفات المنشورة فقط فإذا هذه أربع وصفات الآن يمكن أن أقوم بماذا بكل بساطة أريد عرض كل معلومات الوصفات التي تظهر هنا التي عبارة عن وكل هذه المعلومات فإذا أرد أن تظهر لي هنا فيمكن أن أقوم بكتابتها هنا بكل بساطة أكتب عرض وكذا وتظهر لي لكن يمكن أن نسهل العملية في أن نقوم بإنشاء مثلا نقوم بإنشاء components فإذا هنا نحن الآن بالمشروع مجددا فيمكن أن ننشأ مجلد اسمه components وبداخل هذا مجلد components يمكن أن نكتب أن ننشأ ملف جديد اسمه components ماذا نسميه نسميه recipe dot js فإذا الآن أصبع دينا هذا فإذا الآن يمكن أن نكتب export default function والآن هذا recipe فقط container وهنا سأكتب return هنا recipe لكن سنأخذ من هنا سنأخذ ID title description meal و cook time preparation time هذه كلها أشياء كتبناها نحن بهيكلية الوصفة total time steps الوصفة ingredients servings و created at التاريخ وأيضا updated at وأيضا and notes إذا هذه كل أشياء تأتي من الوصفة إذا الآن هذه أشياء أريد إضافتها هنا أن أعدها هنا فيمكن أن نكتب هنا recipe يعني يجب أن يكون class name recipe و ثم لدينا title وال ID إلى آخر ف بالنسبة ستكون title عبارة عن H3 وأيضا سنضع بداخله link لهذه الوصفة صحيح فيمكن هنا أن نكتب link للوصفة سيكون عبارة عن ID لهذه الوصفة سلاش مثلا واحد سلاش اثنين فهذا هو فهنا سنكتب ID وسيكون هنا title موجود فذا هذا هو title سنستخدم الباقي الآن لكن قبل ذلك دعونا نستخدم هذه الreciبي هنا في مشروعنا فأس أقوم بإكسپورت لها أو بإمبورت لها فإذا الreciبي from مسار للواحد الأعلى components و recipe فإذا هنا بدلا أن نكتب هذا يمكن أن نكتب recipe بهذا الشكل و نقوم بإغلاقها ونمسح هذا الكي نفسه أما بخصوص ال props فسأمرر كل props الخاصة بهذه الreciبي فإذا الآن لو ذهبنا إلى next.js فإذا لاحظوا ظهرت معي هذا ها هي فإذا والرابط يقول 2 ال-ID 3 ال-ID 4 و ال-ID 5 فإذا ممتاز هذا بخصوص الأساسيات ال-reciبي أو component ال-reciبي لكن أنا فعليا أريد أن أضيف كل المعلومات هذا فيمكن أن نضيف هنا paragraph tag نضع فيه description وأيضا نضع paragraph آخر لنضع فيه مثلا المتة مثلا هنا نضع span فيها مثلا created at وفيها created at وهنا updated at وهنا updated at إذن لاحظوا التحديث في خلفية terminal شاهدون تحديث المعلومات طبعا التاريخ يمكن هنا يجب أن نقوم بترتيبه أكثر بهذا الخصوص وأعتقد هذا فقط فإذن هذا بخصوص ال-recipe component التي أريد أن أعرض هنا بال-home page فإذا أعرض كل شيء هنا بال-home page يمكن أن أعرض وأنا سأترك هذا الموضوع على حاله الآن لن أقوم بحذف هذا حتى أفكر هل ربما أستخدم ال-recipe لاحقا بصفحة ال-recipe نفسها component ال-recipe بصفحة ال-recipe نفسها فهذا شيء أقرره فيما بعد وعملية التطوير هي عملية تدريجية يعني سأغير لدي في أي وقت يمكن أن أغير في أي وقت يمكن أن أحدث وأحسن الأمور جيد فإذن سأقوم بالخروج من هذا فإذن هذه صفحة ال-recipe استطعت أن أقوم بجلب كل ال-recipe فمرة أخرى ننظر إليها قبل أن نقوم بالتعديل الأخير بهذا الموضوع فإذن هذه الصفحة طيب فإذن ممتاز الآن الشيء الذي أريد أن أقوم به أن ألاحظ نقاط لدي سيكون لدي نقاط كثيرة لدي نقاط لجلب وصفة واحدة أو لجلب كل الوصفات ونقاط خاصة ب نقاط خاصة بمثلا إضافة شيء إضافة وصفة وحذف وإلى آخر فيمكن أن أن أنظم هذا بملف خاص فبكل بساطة كيف سأقوم بتنظيمه سأقوم بإنشاء هنا مرة أخرى ننظر لشجرة مشروعنا هذه الشجرة سأقوم بإنشاء مجلد اسمه API وبداخل هذا المجلد سأقوم بإنشاء ملف اسمه recipe.js فإذن الآن مرة أخرى شجرة المشروع فإذن الآن لدينا API وبداخله recipe هنا سأقوم بوضع نقاط الاتصال مع الbackend فالآن لو عدنا إلى هنا سنقوم بimport لget all طبعا أنا لم أنشئه بعد لكن أعطيكم فكرة فإذن API و recipe هنا بدلا بدلا أن أكتب هذا هنا بال URL بدلا من هذا فبكل بساطة أنا سأقوم بجلب نقطة get all pitch get all وهذا أسهل بالنسبة لي ومنظم أكثر فإذن الآن سأذهب إلى هنا إلى هذا وأقوم ب export get all وأضع الرابط الذي موجود هنا فإذن بكل بساطة سأقوم بنسخه من هنا وأضعه هنا بهذا الشكل فإذن هذا هي رابط get all طبعا export const بهذا الشكل فإذن الآن سأحفظ هذا الملف أيضا سأذهب إلى هنا أحذف هذا URL لا أحتاجه والآن هل سيكون هناك خطأ لا يوجد خطأ أنا فقط كنت بعملية refactoring أي بمعنى تنظيم فبشكل سريع هنا سأقوم بإنشاء مجلد اسمه styles و بالداخل سأنشئ style global dot js طبعا عفوا اسم هذا style dot css فسأقوم بمساح هذا global dot js ومرة أخرى سنقوم بتريل الملفات حتى نراها فنلاحظوا هذه الملفات فذن لدينا هنا style global dot css أيضا بمجلد pages أريد أن أنشئ ملف هنا اسمه app underscore app dot jss طبعا نحن نعرف هذا الملف تعاملنا معه بالسابق فإذن هنا يكون عبارة عن ملف كل شيء نقوم باسترادة فيه يطبق على كل pages وهذا السبب أنني قمت بجلبه هنا لأنني أريد أن أجلب styles global وأضعها هنا بهذا الشكل بشكل سريع ننظر للشجرة فإذن قمنا الآن بإضافة styles global وبالنسبة لل pages فهنا بإنشاء dash app بداخلها underscore app dot jss فإذن الآن لو ذهبت إلى pages underscore app فإذن ثم ذهبت من هنا إلى style global فالشيء الذي أريد إضافتي هنا هو الشيء التالي هو أريد أن أضيف الفضي هنا ل HTML أريد أن ال direction يكون RTL فإذن الآن يفترض أن يتم قلب الصفحة بهذا الشكل فإذن لاحظوا تم قلب الصفحة فإذن أصبح نتعامل مع صفحة RTL يمين يسار يمين إلى يسار فإذن هذا هو فقط فإذن الشجرة الملفات التي لدينا هنا فإذن هذا شيء جيد